مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه قَلْ وَلَا تَدَابَرُوا أي لا يولي أحدكم الآخرة دُبُرَة والتدابر نوعان تدابر حسي وتدابر معنوي فالتدابر الحسي أن يولي كل واحد الآخرة دُبُرَة ويوليه ظهرة ومن ذلك الهجر أن يهجر أخاه المسلم والنوع الثاني من التدابر التدابر المعنوي وذلك باختلاف وجهات النظر التي قد تكون سببا للعداوة والبغضاء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر وقَلْ لَا تَدَابَرُوا تدابرا حسيا وتدابرا معنويا لأن التدابر سبب لتفرق الأمة ولتمزقها والواجب على الأمة الإسلامية أن تكون أمة واحدة متعاونين فيما بينهم متآخين ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر